اشتركوا في القناة وقدمت له تحياتي الرسمية كما تعلمون أنا في نهاية مهمتي في الجزائر أود أن أعبر عن امتناني وشكري لفخامة رئيس الجمهورية على كل دعمها أود أيضا أن أشكر الشعب الجزائري الشقيق الذي احتضنني بحفاوة أود أن أعبر عن امتناني لقسنطينة ومن الجزائر إلى وهران في كل مكان تمكنت من أداء مهامي لقد تم استقبالي بكل ترحاب أود أيضا أن أشكر السيد أحمد عطاف وزير الخارجية وكل طاقمه كما تعلمون في السنوات الأخيرة توطدت العلاقات بين الجزائر والسينغال وتعززت أكثر بفضل القيادة والرؤية السديدة لفخامة رئيس الجمهورية عبد المجيد بون لقد حققنا تعاونا ملموسا على عدة أسعادة كافتتاح بنك الجزائر في دكار لدينا معرض دائم هناك أيضا لدينا خط بحري لدينا أيضا خط جوي تديره الخطوط الجوية الجزائرية السينغال هي تقريبا البلد الوحيد الذي لديه ست رحلات جوية أسبوعيا هذا مهم للغاية نهيك عن الاستثمارات الجزائرية في السينغال لدينا أيضا الروابط التقافية الإسلامية التي توطدت أكثر إننا متحدون بروابط تاريخية بالفعل سوف تستمر هذه الجهود طبعا أود أن أشكر جميع أصدقاء الجزائريين للأسف لن يكون لدي الوقت لأقول ودعا الجميع لكنني أود اغتنام هذه الفرصة لأقول ودعا مرة أخرى أود أن أشكر الشعب الجزائري شكرا لك فخامة رئيس الجمهورية